وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِرُهُ وَهُوَ يَعِرُهُ يَا بُلَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَاوَهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَينَ أَنِشْكُرْنِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إننا إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشرك وارمر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هم اشتركوا في القناة